بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالصلاة على محمد وآل محمد وبطلب بركة مودتهم ها نحن نكون وإياكم في حلقة جديدة من برنامج الدين معاملة كثير من الناس ما يفهم شنو معنى المودة بعض الناس أصلاً ما يفهم شنو معنى المودة لمحمد وآل محمد ولا يفهم شنو معنى المودة في القربة وكثير من الناس عدم فهم بالمودة الحقيقية المطلوبة لمحمد وآل محمد أدت إلى أنه يكون إنسان غير ودود مع الآخرين وكثير من الناس مودته كانت في غير محلها لم يفهم كيف يكون ودوداً مع الآخرين ولم يفهم هو كيف يكون ودوتا المودة في تعارفها ومعالجاتها المختلفة في ضروراتها وظروفها في صورها المختلفة في مجتمعنا محور هذه الحلقة من برنامج الدين معاملة لا أبدأ إلا بذكر محمد وآل محمد منتقلا إلى دين محمد وآل محمد وضيف مختص يشير إلى إشارات المودة في كتاب الله تبارك وتعالى وفي الآيات والروايات والأحاديث والقصص الواردة عن سيرة أهل البيت عليهم أبوال صلاتي وأعتموا التسني بسم الله الرحمن الرحيم نتحدث اليوم عن المودة المودة كلمة يستسيغ السامع استماعها لأن فيها بعدا عاطفيا يدخل إلى القلب باعتبار هذه الأحرف التي تتكون منها مادة المودة المودة هي الحب من جميع مداخل الخير لأن يتمنى الإنسان المحبة من أي مدخل أو هو تمني الخير وإرادة كونه حب الخير وتمني أن يكون ذلك الخير موجوداً ونرى أن أماكن المودة في القرآن الكريم أماكن تتحدث عن الملاطفة وتتحدث عن القرب الأسري هو الذي خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة مودة مرافقة للرحمة بما معنى أنها شيء يطغى على العلاقة الإنسانية أو العلاقة الأسرية ولهذا نجد أن المودة أقرب رحم يعني الإمام عليه السلام الله عليه يعتبرها رحم ولهذا يقول تحتاج القرابة إلى مودة ولا تحتاج المودة إلى قرابة يقول أمير الإمام عليه السلام الله عليه يعني بما أنه المودة موجودة ما تحتاج قرابة لكن الأقرباء يحتاجون أن تكون بينهم هذه المودة اللي هي الحب من المداخل يعني كيف تكون مداخل الخير يعني الإنسان يحب القريب يحب الصديق يحب الزوجة الأولاد من أي مدخل يحبهم صغاراً كباراً يحبهم ليلاً ونهاراً يحبهم في سعادتهم وفي فرحهم أي مدخل من مداخل الخير هو موجود فيه عنوان الحب هذا يكون إطار المودة التي تحيط بالإنسان وهو يحتاجها بالمناسبة الإنسان يحتاج للمودة حتى تكون الحياة رطبة وتكون الحياة متماسكة كل إنسان لا يشعر بمودة يكون غريب إذا لم تكن هناك مودة بين الأهل والأقرباء أو حتى على مستوى الجيران يشعر الإنسان بالغربة لعدم وجود هذه الصفة التي هي صفة إنسانية عاطفية داخل القلب وتحدث عنها القرآن كما يشرنا وتحدثت عنها الروايات كثيراً لأن لها بعداً إنسانياً يحاول اليوم العالم المادي إزالته لأن هذا المعنى موجود إذا كان هناك عاطفة إذا المجتمع مبني على وجود عاطفة أو مبني على وجود أسس فستكون المودة هي السائدة شكراً شيخنا الأستاذ موفقين لكل خير ورزاقكم الله دوام حبل المودة مع محمد وآل محمد من رجل دين مختص إلى نموذج مجتمعي أنتقلوا إياكم طبعاً كل مهنة تتداخل فيها الأخلاقيات أي مهنة اختاروا لي في العالم الجند الشرطي الطبيب الطباح أي مهنة يتداخل بها الحب والكره والمودة والصدق والبغضاء وكل الأخلاقيات وهذا التداخل مرة يكون سلبي مرة يكون إيجابي خلينا نشوف الفقرة القادمة من إعداد إخواني وسمالائي وتداخل المودة بالمهنة الموجودة في مجتمعنا نشوف ونرجع لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أخوكم على جليزي المودة مع الناس بصورة عامة مع الزوج والزوجة مع الأهل والأصدقاء والأقارب الصغير والكبير للقريب والبعيد عثارها تطبيقها أهميتها كل هذا رح نتعرف عليه بهذا الاستطلاع ومن خلال صاحب مهنة بيع الهدايا والعطور تابعونا مشاهدين الكرام وينضم معنا الأخ الزيال صاحب موضع الزهور للهدايا حتى نتطبقوا إياه حول حديث المودة ودوره بغرس المودة بين الناس من خلال هاي المهنة الشريفة السلام عليكم السلام حبيب السلام خل الماء كامي وانت عندك إن شاء الله أرسوك السلام عليك حبيبي شرفتنا الله يحفظ لك أنت شرف بالبداية شنو تعرف عن المودة؟ المودة هي كل شخص يحتاج للمودة يعني لازم كل إنسان يبادر يعني بغض النظر عن الظروف والإحمن المربيه والأشياء لازم مثلا استفد مناسبة بالبيت كعيد ميلاد أو أخرى أشياء أخرى لازم إنسان يبادر كحدياة بسيطة تلطيف الأجواء اللي في البيت طيب أي يعني المودة من خلال مهنتك أنا هذا موضوع لي المودة من خلال مهنتك كيف تبدأ تزرع المودة بين الناس من خلال مهنتك؟ من خلال مهنتي يعني فالنفرط بفد أكو فد مناسبة عند الأشخاص يجي يقول يا أبو أريد فد هدية على ذوقك أو على ترتيبك أنا أسئلة فد أسئلة بسيطة أقول لي مثلا عندك فلان هاجة يقول مثلا ما عندك أنا أختار له من يمي مثلا ساعات أو عطور أو فد نظارات فد شي مرتب أو ماركات أو النواح نقول هواي عندنا يعني فحسب بعد رغبته وأنا أقدر أساعده بي من خلال موضوع المودة رح يجيك الزبون مثلا خلنا نقول متخاصم يا زوجته ويا أقاربة ضحكت أنت بزمارة بك هاي الحالة ايه هواي هواي فهم يعني يرجعلك يشكر من يمك باعتبار أنه قدرت تزرع المودة والتقارب بين النفوس طبعا يجي الشكر وأشكرك وهي أشياء جميلة يقولها يعني يقول يعني كل هدية عجبتهم وهي اختيارك بينما هم كانوا يعني متبغضين أو متزعليين طبعا طبعا هواي أشياء أصر وطبعا نختار له هدية يعني ما نقول لي إحنا يعني الأهلي يقولوا ما لهم اختاروها يقولوا هاي أنا اختاريتها وكذا وهنا الأشياء إحنا بخلال خبرتنا هنا نعرف ش يعني ش نمطي هدية يعني فد إذا عيد ميلاد نعرف ش نمطي إذا عيد الزواج نعرف ش نمطي مثلا حسب يعني عندك فد مقترحات بتعلمها منك باعتبار أنه أنت صاحب اختصاص شلون نزرع المودة بين الناس نحصل المودة بين الناس وبالتالي راح نحصل على رضاهم نحصل على قروهم مشاعرهم تواصل أهم شي ما ينقطع تواصل بين الطرفين شي كله ضروري يعني ما على الأسف عنا دين شوفه السوضاء النمور به يعني هو يدي يصير تفاكك فلازم يعني الإنسان يقدر يبادر لازم يسعب هاي شي طيب شلو نوع الهدايا اللي نقدر نحصل بها من خلال يعني معرض الزهور خلينا نقود عدنا أشياء هواي مثلا مثلا عدنا قسم العطور عدنا طبعا نوعية العطور يعني إذا إحنا اليوم نطلب منك مثلا استشارة زرع المودة من خلال معرض يعني مثلا كساعات عدنا ساعات طبعا متنوعة عدنا عدنا الكاسيو عدنا البولو طبعا عبي بيهم ضمان وعدنا مثلا الكوبي درأيه لهم عدنا نوعيات وعدنا الأطور الفرنسية وعدنا الأطور الخليجية وعدنا قسم المفروشات وعدنا قسم الذهبيات اللي حتى يعني الضمان بيهم يعني فالشي مرتب طيب إذا جاك زبون مثلا المضع المادي يعني مو مرتفئ يعني المضع المادي فالشي على مستوى يعني 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 تقدر مثلا تطي هدية وبالتالي راح يقدر يزرع بي هالموادة أكيد الشخص أهم شي ما دام عندها قناعة إيش كدما تكون الهدية بسيطة هو راح يفرح بيها أهم شي القناعة موجودة الود والتودد والمودة تؤدي بالعامل عليها إلى حب الناس والتقرب بصورة أكثر وأكبر من قلوبهم ومن مشاعرهم مشاهدين الكرام نتقيكم في سطلع آخر إن شاء الله تعالى في أمان الله شكرا جزيلا أنتقل وإياكم من جديد يا أخواني إلى ضيف مختص الدكتور عبدالزهر الزفون الرجل أكاديمي وسيعطينا نبذة من نظرته كأكاديمي مختص في واقع مجتمعي في فئة مجتمعية محددة وهي الفئة المتعلمة بالتعليم العالي سيعطينا التداخل بين هذا الواقع هذا النموذج وبين المودة وكيف تؤثر المودة على العلاقات الجامعية الرصينة وفق الموازين الشرعية بين الأستاذ والطالب في هذه الدنيا الدنيا التي أضحت غابة إلا في بعض مجتمعاتها المجتمعات التي لا زالت تحافظ على المودة لمحمد وآل محمد وما يرشح من هذه المودة من أنوار هي مودة مين الناس أنتقل إلى دكتور عبدالزهر الزفون وأعود إليكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أعزائنا المشاهدين اليوم نتحدث عن المودة المودة من الود مصدرها الود المودة هذا المصطلح يقترب من الحب حب الحقيقي وحتى الحب ما بين مثل ما يعرف بين الرجل والمرأة هذا المودة تذكرون بقوله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة طبعا لا نريد أن نخوض في التفسير ولكن تفسير الآية معروف وواضح القربة هي قربة مقصود بها فاطمة الزهراء أو في رواية ثانية القربة عن أهل البيت عليهم السلام فهم الأساس لماذا هذه المودة تبدأ من أهل البيت عليهم السلام لكي يشيء تشيع المودة بين أفراد المجتمع المجتمع فيه كل فرد فيه نوازع فيه خواص نفسية خاصة قد لا يود شخص شخصا آخر بشيء ما المجتمع لم تكن فيه مودة وتقارب وتعارف ومثل ما نقول بالعامية أخذوا عطه بالكلام بالحوار الهادى ستتولد عن طريق الحوار الهادى تتولد المودة المودة ليست تكون يعني في عائلة وحدها وإنما تكون بين الأصدقاء بين الأتراب بين الشخص وأستاذه بين المريض والطبيب فيعني أن الطبيب بعلمه مثلا عندما يتعامل بلطف مع المريض سيكون هناك ود بينهما وكذلك المدرس أو الأستاذ أو شيخ العشيرة أو الإنسان المسؤول في مكان ما فإن لم يتعامل بود مع متلقيه ستكون هناك النفرة سيكون هناك عدم استماع الكلام الذي يؤدي إلى التباعد والتنافر وقد يكون هناك تناحر وتنازع المودة كيف تتأتى كيف تكون كيف تأتي تأتي أول شيء من التثقف أن يتثقف الإنسان علميا أن يتثقف بمعرفة المشاكل بمجتمعه أو المجتمعات الأخرى لماذا صار هذا التناحر في مجتمع ما فلولا المودة يعني هي المودة علاج لكل هذا يعني أن تود الآخر أن تتعرفه وسيكون هناك هناك الود القريب من الحب فقد هناك حالات معينة هناك إنسان يرى إنساناً آخر فتشمئز نفسه منه طيب أنت لماذا من النظرة الأولى لا تكلم معه أعرفه قد تكون هناك مودة ومودة كبيرة جداً إن عرفت هذا الإنسان فعلى الإنسان أي إنسان أن لا يحكم من أول شيء عليه أن يتعلم يثقف نفسه بالثقافة القرآنية بثقافة أهل البيت عليهم السلام وينظر إلى سير أهل البيت عليهم السلام كيف كانوا يتعاملون مع الناس بود واحترام كان يعني يتبسطون مع يعني الناس البسطاء يعني مثلاً أذكر حالة معينة مثلاً للرسول الله صلى الله عليه وآله مثلاً تعامل معها بود مع امرأة عجوز قالت له أدخل الجنة قال لها لا فبكت هذه العجوز وتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله قال لا أنت تدخلين الجنة وأنت شابة وتعامل معها بود هذه الكلمة الطيبة من الرسول صلى الله عليه وآله إلى هذه المرأة العجوز ودته ودت الرسول أكثر فأكثر وهي بنفسها أصبحت أشبه ما نقول مثلاً بالمغناطيس الذي يجذب برادة الحديث هي بنفسها أصبحت تتعامل مثلاً مع أولادها مع زوجها مع أحفادها وهؤلاء الأحفاد تعلموا من هذه المرأة على الود والاحترام وحسن الكلام الود أو المودة تجعل من الإنسان يتكلماً صحيحاً يكون كلامه عذباً كلامه لطيفاً هذا وصلى الله على رسوله الكريم محمد وآله الطيبين الطاهرين شكراً جناب الدكتور مفقين لكل خير طبعاً إخواني حتى تكون حلقاتنا هذه حلقات نافعة بإذن الله تبارك وتعالى ببركة الإمام الحسين سلام الله عليه وببركة الإمامين الجوادين إذ نحن في بغدادهما ونحن نطلب أن نكون من أهل مودة الله تبارك وتعالى بمودة أهل البيت عليهم السلام وبمودة الطيبين الخيرين الذين هم في المجتمع كثر إخواني أخواتي حتى نكون بمصداقية أكثر نعالج المواضع التي نطرحها في الحلقات ها نحن نعود إلى الحل بعد أن طرحنا المشكلة عالجناها من وجهة نظر مجتمعية خاصة وعالجناها من وجهة نظر مجتمعية عامة نعود إلى الحل إذ الحل يكمن دائماً أبداً عند محمد وآل محمد أقرب القرب مودة القلوب يقول أمير الممين سلام الله والمودة أعتبرها الأمير هي أقرب ما يمكن من القرب يعني هي الإطار العام للحب اعتبار أن ذلك يسمى بمشاعر مباشرة لكن المودة هي الصفة اللطيفة التي يحتاجها كل المجتمع اليوم نحن بحاجة إلى المودة بين الأبناء والآباء نحتاجها بين الأخوة والأخوات نحتاجها بين الأقرباء بنفس الوقت نحتاجها على مستوى المجتمع يعني يجب عدم التنافر مع الأخ لأسباب سياسية أو اقتصادية أو حزبية مما يحدث تنافراً غير واقعي يعني لاختلاف التوجهات ممكن أن تحدث تنافرات المودة ممكن أن تسهل هذه الاختلافات في التوجهات سواء كانت فكرية أو سياسية لكن بالنتيجة العامة نحن نعيش في مجتمع يجب أن يكون فيه تراحم وتواد تقارب يجعل الإنسان لا يتشنج لأي أقرب يعني التصرف أو أقل تصرف خصوصاً في الأماكن التي يكون فيها احتكاك بين الناس المحلات الأسواق المطاعم القراجات الكبرى يكون فيها نوع من الاحتكاك إذا كان الإنسان مليء قلبه مليء بهذه الصفة يتمتع بهذه الصفة فلن يحتك بالناس أو ينظر إليهم شزراً يعني يعاملهم بالمودة يعاملهم باللين باللطف باعتبار أنه يمتلك تلك الصفة قلبياً فتفيض عليه تفيض منه إلى الخارج باعتبار أن الإناء ينضح بما فيه بحاجة إلى المودة في المجتمع خصوصاً مع ضغط أطراف كثيرة جداً على وجود التنافر وزرع التنافر في المجتمع بأبسط الأشياء سواء بين أفراد الدين الواحد أفراد المذهب الواحد وأحياناً على مستوى البيت والعشيرة الواحدة بما جعل التفرق كثير المودة مبدأ جامع يجعل الإنسان والبشرية تعيش في مضلة وخيمة من الحب تجعلها تتبادل كل شيء بدون تنافر تجعلها متواصلة في زرع بوادر الخير في كل مكان باعتبار أنها هي الحب من كل مدخل أو هو تمنى الحب وإرادة الحب في أي مكان أو كون هذا الحب هو السائد نستطيع أن نسميها عنواناً عاماً كبيراً المودة الاجتماعية الوطنية الإسلامية الإنسانية كلها تؤدي إلى مصب واحد هو خير المجتمع وصلاحه وتقدمه أحبتي أترككم لانتهاء الوقت في أمان الله أخوتي أخواتي بارك الله بكم شكراً جزيلاً لكم كنتم معنا في هذه الحلقة من برنامج الدين معاملة التي قدمت من قناتكم قناة كربلا على أمل لقياكم في حلقة قاتمة نسأل الله تبارك وتعالى لكم دوام مودة محمد وآل محمد وحبهم وأن نستمر وإياكم في لهج محمد وآل محمد وأن ننهل وإياكم من عذب منهلهم تقبلوا تحيات كل من اشترك وساهم في هذا العمل ودومتم في حفظ الله وأمنه ورعايته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة